طلابنا الأعزاء في الصف الأول الثاني والأدبية أتمنى أن الجميع يكون بخير وبصحة وعافية إن شاء الله والآن نبدأ مع بعض بالوحدة الأخيرة من منهجكم المقرر وهي وحدة المتثاليات والمتسلسلات مع الفصل الأول منها الآن بالبداية بنا نعرف إحنا إيش معنى المصطلحات الموجودة أمامنا المتثاليات والمتسلسلات كمصطلح وكمفهوم الآن كلمة المتثاليات هي كلمة جديدة عليكم لكنها هي إحنا ما يخدين فكرتها من الصف الثامن من خلال درس الأنماط كنا ناخد بالصف الثامن الأنماط وكنا ناخد كيف نوجد قاعدة النماط والآن بالصف الأول الثانوي ناخد المتثاليات وكيف نوجد الحد العام أو الحد النوني للمتثالية بدل قاعدة النماط في الصف الثامن الآن سواء كانت المتثاليات أو الأنماط هي عبارة عن اقترانات يعني هي المتتالية هي عبارة عن اقتران وهذا الاقتران حكينا إيش مفهوم الاقتران هي علاقة تربط بين كل عنصر في السينات مع عنصر واحد فقط في الصدات يعني العنصر في الصدات بكون صورة لعنصر واحد فقط من السينات شيء طبيعي طالما امتتالي اقتران إذن فيه لها مجال وفيه لها مدى والمجال هون رح يكون هو مجموعة للأعداد الصحيحة الموجبة طبعا إما بتكون حسب يعني إحنا بنحدد المجال حسب نوع المتتالية هل هي متتالية منتهية أو غير منتهية وهذا الحقيقي رح ناخده من وضحه بالفكرة الثانية من الدرس وأيضا في عنا المدى اللي هو بيكون مجموعة جزئية من الأعداد الحقيقية خلنا نأخذ الصورة العامة أو شكل كيف تكون عندي المتتالية المتتالية هي عبارة عن مجموعة من الأرقام ترتب بهذه الصورة بهكت حالة تكون المتتالية بنسميها متتالية منتهية لأنه أنا بعرف إيش قيمة العدد الأخير لكن لو كان في عندي نقاط إذن بهكت حالة أنا بتكون عندي هاي المتتالية غير منتهية الآن بفصل بين هذه مجموعة الأعداد الفاصلة مثل ما إحنا شايفين طيب الآن المتتالية شيء طبيعي في علاقة بتربط ما بين كل العدد والعدد الذي يليه هاي العلاقة رح نعرفها بالجزء الثاني من الدرس كيف نوجد هاي القاعدة ونوجد هاي العلاقة لكن الآن اللي بدنا نعرفه إنه كل عدد من هاي الأعداد يمثل قيمة الحدود لهاي المتتالية وقيمة الحدود لكل عدد من هاي الأعداد فيه رتبة إيش هي الرتبة؟ مثلا العدد التنين رتبته رقم واحد العدد أربعة رتبته اتنين ستة تلاتة تمانية أربعة والعشرة خمسة واثناش ستة فهاي الأعداد واحد تنين تلاتة أربعة خمسة ستة هي الرتب لهذه الحدود فهذه الرتب هي تمثل أو يرمز لها بالرمز نون مرة نون ممكن تكون واحد مرة اتنين مرة ثلاثة مرة أربعة مرة خمسة مرة ستة فهي رتب وهي تمثل دائما قيم المجال تمثل دائما قيم المجال نيجي للعدد التنين الآن الرتبة واحد قيمتها اتنين الرتبة اتنين قيمتها أربعة والتلاتة قيمتها ستة فهون بسميها قيم الحدود قيم الحدود ويرمز لها بالرمز حانون وهي تمثل قيم المدى إذن بنعيد مرة تانية الواحد والتنين والتلاتة والأربعة والخمسة والستة هي نرمزها بالرمز نون وهي تمثل رتب الحدود وهي تمثل أيضا المجال الآن قيمة كل رتبة من هاي الرتب بنرمز لها بالرمز حانون فعندي الرقم واحد قيمتها اتنين الرقم تنين قيمتها أربعة وهي تمثل بالأخير عندي المدى الآن كيف ممكن أن نتعامل بها الآن مثلا هذا المتتاري نفسها اللي هي عندي موجودة أمامي بهذا المثال لو آشي أحكي لك مع قيمة الحد التالت هيتقرأ الحد الثالث ما هي قيمته ندورون الحد التالت أول ثاني هاي التالت ايش قيمته؟ هي ستة طيب نيجي للحد الخامس ايش قيمته؟ عشرة الحد السادس وين الحد السادس؟ قيمته؟ اطناعش طيب الآن نيجي نحكي سالسؤال ما رتبت الحد الذي قيمته أربعة قيمة الآن بدي أنا القيمة قيمة الحد ما رتبت عفوا الحد الذي قيمته أربعة هل أنا عندي أرقم أربعة إيش هي رتبته تينين طيب ما رتبت الحد الذي قيمته ستة القيمة ببحث عليها هون في المدى ستة إيش هي الرتبة ثلاث الآن ما هو مجال الاقتران الدالة على هذه المتتالية إحنا حكينا مين عندي بيعطيني المجال الرتب حقيقة أنا عندي الرتب من واحد لستة إذن مين هو المجال هي مجموعة الأعداد يعني هي عبارة عن مجموعة جزئية من مجموعة الأعداد الصحيحة الموجبة مجموعة جزئية ومين هي هاي المجموعة الجزئية الموجودة عندي الواحد والتنين والثلاثة والأربعة والخمسة والستة مجموعة جزئية هنا كانت عندي مش جميع الأعداد الصحيحة مجموعة جزئية ليه مجموعة جزئية لأن المتتالية منتهية لأن المتتالية منتهية وحكينا كيف يميز بين المنتهية والغير منتهية المنتهية يكون آخر شي في عندي عدد لكن ما يكون في عندي مجموعة من النقاط فهي غير منتهية وبالتالي المجال بتحدد عليها بناء على هيئة المتتالية إن كانت منتهية أو غير منتهية ما مدى الاقتران الدال على هذه المتتالية هيقيم عندي المدى من هي 2 والأربعة والستة والتمانية والعشرة والاثناش هي عبارة عن مجموعة جزئية من مجموعة الأعداد الحقيقية طيب إلا خلينا نشوف التدريب الموجود عندنا بالكتاب اللي هي على هذا الدرس أو على هاي الفكرة التدريب الأول صفحة 132 عند متتالية 1 3 6 10 15 21 28 في عندي نقاط إذن إيش نوع المتتالية هون هي متتالية غير منتهية بينما هون حكينا عنها منتهية الآن مع قيمة الحد الثاني بالبداية إحنا مباشرة هاي القيم تمثل قيم مين المدى قيم المجال أو الرتب إنت مباشرة رتبها دائما أي متتالية نعطيكم إياها اكتبوا الرتب مباشرة فوقها وإحنا بنبلج دائماً للرقم واحد 2 3 4 5 6 7 طبعاً إلى ملالة نهاية الآن أنا عندي هاي الرتب اللي هي طبعاً حكينا دائماً الرتب مين بتمثل المجال اللي هي برمز إلها بالرمز نون بينما هون أنا عندي القيم اللي هي حانون نجي هون مع قيمة الحد الثاني هاي الأول هاي الثاني إيش قيمة الحد الثاني عندي ثلاث ما قيمة الحد الرابع أول الثاني الثالث الرابع إيش قيمة الحد الرابع العشرة نجي هون ما رتبت الحد الذي قيمته 28 واني 28 عندي هون إيش هي القيمة اللي إله يعني إيش قيمة نون عندي هايها عندي هون اللي هي سبعة تساوي سبعة ما مجال الإقتران باللاحظ عندي الإقتران مجاله اللي هي مين عندي بتمثلها الرتب طب الرتب بلشت من واحد إلى ما لا نهاية طب certainty بلشت من واحد إلى ما لا نهاية إذن هي مجموعة الأعداد الصحيحة الموجبة مجموعة الأعداد الصحيحة الموجبة صاد موجب طيب مدى الاقتران لاحظ مدى الاقتران ماله هو عبارة عن مجموعة جزئية من الأعداد الحقيقية القيم عندي إلى ما لا نهاية إذن مجموعة أو مجموعة جزئية من الأعداد الحقيقية هيك هون إحنا عرفنا شغلتين إننا نعرف دائما إنه أنا عندي المتتالية هي عبارة عن اقتران مجاله مجموعة الأعداد الصحيحة الموجبة وعندي المجال بيمثل رتب الحدود بيمزله بالرمز نون والمدى مجموعة جزئية من مجموعة الأعداد الحقيقية وممثل حدود المتباينة أو القيم الموجودة أمامي وعندي مثلا أنا عندي هاي واحد هاي اتنين هذا عندي العدد اتنين هو يمثل الحد الأول الأربعة الحد الثاني الستة الحد الثالث تمانية الحد الرابع عشرة الخامس اتناش الحد السادس باللاحظ إحنا كتبنا الحد وهون مكان نون كتبنا الرتب إذن هذا عندي المتتالية كاملة يرمز لها بالرمز الحد العام لها هو حا نون عرفنا كيف نوجد قيم الحدود وكيف نوجد الرتب والمجال والمدى طيب ننتقل الآن للفكرة الثانية من هذا الدرس كيف بدي أوجد الحد العام للمتتاليات أنا عندي مجموعة من المتتاليات نعرف بعد نعرف إحنا إحنا إشيء صورة العام للمتتاليات هي بدي أوجد الحد العام إلها دائما دائما خلينا نيجي هنا شوي على جانب عين تذكر دائما الحد العام لأي متتالي يرمز له بالحا نون ويسمى الحد العام أو الحد النوني الآن الحد العام أو الحد النوني مش يجيد علينا هو نفسه اللي كان يمثل قاعدة الإقتران للأنواط أو للإقترانات في الصف الثامن كنا نرمز له بالرمز قاف السين يساوي فرضاً الآن إحنا استعطنا عن قاف السين بالحد النوني واثنين سين باثنين نون بدل سين نون ونون هي تمثل رتب الحدود والحد النوني هون قيم الحدود وهون الرتب نجي هون كيف بدنا نوجد الحد العام لمتتاليات التالية أول شيء إحنا لازم نعتمد عليه عشان نوجد العلاقة أو نوجد الحد العام اللي هو الحد النوني لازم ندرس شغلتين إيش هي العلاقة ما بين كل حد مع الحد الذي يليه وإيش هي العلاقة مع رتب الحدود وقيم الحدود دائما حكينا في عندي شيء أنا لازم أكتبه رتب الحدود اللي هو واحد تنين ثلاثة أربعة خمسة إلى ما لا نهاية حين نبدلش بالواحد إلى ما لا نهاية الآن قيم الحدود اللي هي اثنين اربعة ستة تمانية عشرة بدنا ندرس علاقتين عشان نوجد قيمة أو نوجد قاعدة المتتالية اللي هي الحد النوني أول شيء إيش هي العلاقة بين التنين والأربعة والأربعة والستة نلاحظ في فرق بين التنين والأربعة وهو عدد تنين وبين الأربعة والستة اثنين والستة وتمانية اثنين في كل مرة في زيادة اثنين 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 إذن الحد العام أو الحد النوني راح يكون إلو علاقة بالعدد تنين أو مضاعفات العدد تنين هاي أول نقطة تنين بنندرس العلاقة ما بين الرتب وقيم الحدود لما كان عندي أنا الرتب واحد كانت القيمة اثنين ولما كانت اثنين صارت أربعة ولما كانت ثلاثة صارت ستة طيب وأيضا بأنني اعتمد على العدد التنين في هاي العلاقة طيب لو أنا أجي أضرب التنين بالواحد أكد ما نحط لعجواب تنين لو أضرب التنين بالتنين أربعة التنين بالتلاتة ستة التنين بالأربعة تمانية إذن الحد النوني لهذه المتتالية اللي عندي هو العدد تنين مضروب بالرتب اللي هي رمز الرتب اللي حكينا عنه دائما هو نون إذن تنين في نون نون بدل سيد إذن حكينا نعمل التجربة دائما لعدة حدود إذن الحد النوني يساوي تنين نون ولا نتحقق هل هذا الحكي ينطبق على جميع الحدود؟ طيب خليني أجي هنا أنا عند الحد الخامس ننطبق على الحد الخامس شو يعني تنين نون؟ تنين ضرب نون من نون؟ هاي الخمسة هي نون تنين ضرب خمسة كم طلعت عندي عشرة؟ هل هنا موجود عندي عشرة؟ نعم هايها عشرة إذن صحيح طيب لو قاتلنا نشوف الحد الرابع هل ينطبق عليه نفس الحكي؟ تنين ضرب نون ومن النون اللي الأربعة؟ تنين ضرب أربعة وتساوي ثمانية نعم صحيح إذن الآن أنا بدي أعتمد قاعدة المتتالي اللي إحنا أوجدناها قاعدة الأقتران أو الحد النوني اللي هي عبارة حانون تساوي تنين نون بسميها الحد العام أو الحد النوني نسمى إذن الحد العام أو الحد النوني للمتتالية يساوي حانون يساوي تنين نون تنين نون طيب الآن كل ما حلينا أكتر كل ما تمكننا أكتر كل ما ربطنا الأفكار أكتر وصار عنا مهارة الآن نيجي للمتتالية الثانية اللي أنا معطيك إياها واحد تلاتة خمسة سبعة تسعة بس نلاحظ هنا معلاش نرجع لورا شوي إنه هذا النوع من أنواع المتتاليات هي متتالية غير منتهية لأنه أنا عندي نقاط هون بسميها غير منتهية الآن هون هاي المتتالية منتهية وآخر عدد عندي كانت تسعة أول خطبة حكينا نحط قيم نون اللي هي الرتب واحد تنين ثلاثة أربعة خمسة هاي عندي مين رتب هون عندي قيم الحدود اللي عندي حنون واحد ثلاثة خمسة سبعة تسعة بنا نوجد العلاقة بين كل حد والذي يليه واحد للتلاتة الفرق بينهم تنين ثلاثة للخمس تنين خمسة للسبعة تنين إذن هاي بتساعدني إني أنا بدي أعرف إنه الحد النوني فيه علاقة بالعدد الثنين أو مضاعفات العدد الثنين الخطبة اللي بعديها بندرس العلاقة ما بين الرتب مع القيم أنا الواحد عندي كانت واحد تنين بتقابل الثلاث ثلاث بتقابل الخمسة والأربعة بتقابل السبعة طيب كيف أنا بدي أعرف القاعدة اللي هي الحد النوني بهيك حالة طيب نجعل التنين نشتغل عليها لأننا حكي لها علاقة الموضوع له علاقة بالتنين طيب هنا الواحد صارت واحد التنين صارت ثلاث زياد واحد هنا زياد اتنين طيب أنا لو أجي أحكي التنين ضرب واحد تساوي اتنين بسي صارت عندي هنا واحد ناقص واحد واحد لازم ينطبق عندي أي فكرة أنا بعملها على كل الحدود عشان أحكي لها في القاعدة صحيحة برجع للتنين بدي أدرفها في مين هنا أنا بختار قيم نون الرتب والتنين الثابت اللي أنا أخدتها ضرب اتنين تساوي أكام أربعة طيب الأربعة 20 منها واحد أكام تسير ثلاث هيا نرجع للتنين ضرب نون اللي هي الثلاث أكام يطلع عندي ستة ناقص واحد تساوي أكام عندي خمسة إذن عندي القاعدة اللي أنا بقدر أمشي عليها بهيك حالة هي تنين ضرب نون تمثل الرتب الحدود ناقص العدد واحد نرد نصيغها بصورة تانية تنين نون ناقص واحد هي الحد النوني الآن خلينا نتحقق إن ننطبقها على كبير مثال أو مثاليا خلينا نشوف الحد الخامس بدأ أوجد الحد الخامس كيف نوجد الحد الخامس ننطبق القاعدة اللي حتى وصلنا لها اللي هي الحد النوني تنين نون ناقص واحد الآن مكان نون بحط خمسة تنين ضرب خمسة ناقص واحد عاشرة برعي أولويات العمليات ترى ندير بالنا ناقص واحد وتساوي تسعة هل أنا عندي الحد الخامس تسعة؟ نعم صحيح الآن كل محلينا كل ما تمكننا أكتر نجي لها المتتالية التالتة تلاتة خمسة سبعة تسعة عشر أول خطبة بنحط الرتب واحد تنين تلات أربعة خمسة إيش نوحها؟ منتهية متتالية منتهية تنين وتلات نحدد العلاقة ما بين القيم قيم الحدود تلاتة للخمسة الفرق تنين خمسة للسبعة تنين سبعة للتسعة تنين إذن الحد النوني سيكون له علاقة بالعدد التنين هاي الخطبة الأولى الخطبة الثانية يجب أجد العلاقة ما بين الرتب والقيم هاي الرتب مع القيم نجي هون الواحد صارت تلات تنين خمسة تلات سبعة الأربعة تسعة ما في زيادة ثابتة لكن أنا بدي أستعين بالعدد التنين لو أخذ التنين أضربها في نون بنشوف تنين ضرب واحد أجل تكون عندي تنين تنين ضرب واحد تنين بس في عندي الفرق بين التنين هون والجواب اللي هي بالمدى في زيادة واحد تنين زائد واحد رح تصير ثلاتة نكمل تنين ضرب تنين تساوي أربعة بس عندي التنين مقابلها الخمسة ضيفي واحد هاي خمسة تنين ضرب تلاتة يطلع عندي أكام ستة بس هي هاي عندي سبعة زيدي واحد صارت سبعة تنين ضرب أربعة تمانية بس هي عندي هنا تسعة زائد واحد تساوي تسعة إذن الحد النوني بهاي الحالة تنين نون وضفنا له في كل مرة العدد واحد بصورة ثابتة فأنا كونت الحد النوني أو الحد العام خلينا أتحقق من الحد الأخير اللي هو نوجد الحد الخامس كيف أنا أوجد الحد الخامس بكتب قاعدة هل نسفيد منها لا فكرة جديدة كيف أندي أوجد الحد الخامس بكتب الحد النوني اللي أنا أوجدته اللي هو تنين نون زائد واحد تنين من نون هي خمسة ضرب خمسة زائد واحد أو لوية العمليات عشرة زائد واحد تساوي 11 هل عندي 11 نعم صحيحة إذن هيك أنا أوجدت الحد إنني في هيك حالة طيب خلينا لازم يتضرب كمان مش كافي أو إذا تكون وضحها للكل إذا أي حدا بده ينكل شي نيجي لتتميت الحل رقم أربعة عندي واحد أربعة تسعة ستاش إيش بنلاحظ فيه نقاط إذن هاي المتتالية إيش اسمها غير منتهية نيجي القطوة الأولى نكتب مين القيام نون الرتب واحد تنين تلاتة أربعة إلى ملا نهاية هاي الرتب الآن في عندي هنا قيم حدود المتتالية واحد أربعة تسعة ستاش خلينا نشوف زي ما حكينا ندرس شغلتين مهمات عشان نوجد الحد النوني الأولى العلاقة ما بين القيام والنقطة الثانية العلاقة ما بين الرتب والقيام الآن نواحد للأربعة فيه فرقية ثلاث من الأربعة إلى تسعة خمسة من تسعة إلى ستاش فيه عندنا سبعة سبعة إذا ما فيه عدد منتظم اللي نقدر نحكي إننا ناخد هذا العدد ونيعتمد على مضاعفاته إذا نبعد عن هاي النقطة نجي نقطة تانية وبنركز بهيك حالة اهتمامنا على العلاقة ما بين الرتب والقيام واحد عندي أصبحت واحد أضلطها واحد الثنين أربعة الثلاثة تسعة الأربعة ستاش سهلة إذن فيه علاقة فيه إيش العلاقة اللي بتربط عندي قيم نون مع حانون اللي قيمهم إيش العلاقة العلاقة إنه أنا لو أحتيهون واحد تربية هي واحد طب تينين تربية أربعة صحيحة تلاتة تربية تسعة والأربعة تربية ستاش إذن هون الحد النوني لهذه المتتالية هو عبارة طبعا قيم نوني عندي هون نون تربية طب لو أحكي لك بهيك متتالية وجد لي جد طبعا رح ناخد عنه شيء نوفصل فيما بعد جد الحد الثامن نرمز له برمز الحد الثامن شو بنعمل بنعوض في نون تربية وتساوي نون هي 8 8 تربية وتساوي 64 إذن الحد الثامن لو بدي أوجده الحد الثامن يساوي قيمته 64 رح ناخد عنه حال شكل أوضح من هيك نيجي الآن للمتتالية اللي بعد اللي هي 0 0 38 15 أيضا إيش نوحة غير منتهية محط قيم نون الرتب 1 2 3 4 إلى ما لا نهاية الآن هنا إن عندي الحد الأول الحد الثاني الحد الثالث الحد الرابع إيش العلاقة بين كل حد للحد اللي بعده هنا الفرقية ثلاثة هنا بعدها خمسة بدأت تصير عندي سبعة إذن بدي ألغي هاي الفكرة بدي أحتمد على العلاقة ما بين الرتب وقيام الحدود عشان أوجد الحد النوني إيش منلاحظ الواحد 0 2 3 3 8 4 15 الواحد صارت عندي سفر ثنين يعني نقصت عدد الثنين الثلاثة لا هنا زادت الثلاثة للثمانية زادت عندي خمسة والأربعة صارت عندي خمستاش طيب لو نحكي إحنا أو نعتمد على النون تربيع نحكي الواحد تربيع واحد بس هنا قابلت الواحد عندي السفر يعني نقصت واحد إذن واحد ناقص واحد بتساوي صفر نكمل إذن أعتمد على التنين تربيع إذن أننا نكون جواب أربعة بس عندي هنا ende صارت ثلاثة يعني أقل من الأربعة بواحد ناقص واحد رح تكون ثلاث نيجي للتلعة تربيع أكم تسعة بس عندي تلعة مقابل تسعة يعني أقل من تسعة بواحد ناقص واحد تمانية كمل هون أربعة تربيع ستاش بس أنا عندي الأربعة مقابل خمستاش يعني أقل من الأربعة تربيع بواحد شلي واحد رح تصير خمستاش إذن بهيك حالة بنلاحظ أنه الحد النوني عنا عبارة عن نون تربيع ناقص واحد نون تربيع ناقص واحد تمام طيب لو اجي احكي لك سؤال جد الحد السابع شو منعمل الحد السابع تكتبي قاعدة البتتالية الحد النوني نون تربيع ناقص واحد سبع مكان نون سبع تربيع ناقص واحد تسعة واربعين ناقص واحد وتساوي تمانية واربعين نيجي الان لهذا النمط او المتتالية السادسة ناقص نص صفر نص واحد تلاتة عثنين هيكي انا عندي كسور كيف بدي اتعامل معها وكيف بدي احسبها وكيف بدي اوجد قاعدة النمط ما تاخدي بالنظر الاولى على الطول يبدأ بشغلنا بخطوات منظمة ومرتبة بنكتب عندنا الرتب واحد تنين تلاتة اربعة خمسة ايش نوع حد متتالية منتهية ليه لانو اخر شي كان عندي فيه قيمة عددية تنين عندي قيم الرتب عندي هاي الحد الاول الحد التاني الحد التالت الحد الرابع الحد الخامس الان بهيك نمط لنكون في عندي كسور بدي اتعامل معاها افضل الي طبعا فيه شيء عندي كسر بعدين عدد كسر بعدين عدد خلي كل يتها كسور بنواحد المقامات بنخلي كل المقامات تنين وانا عشان اخلي الصفر مقامها تنين والواحد مقامها تنين طبعا كأني نعملية جميع كسور او طرح كسور بنواحد المقامات بضرب البصد والمقام بالعدد تنين شو بتصير عندي الآن اول شي سارب نصب بضل متل ما هي صفر بديخلي مقامها تنين كيف هي اصلا عندي هي المقام واحد اشان اخلي تنين بي تنين ضرب يتنين وهي النص وهنا الواحد اصلا مقامها واحد في اثنين في اثنين وتلاتة عدنين يعني عندي الكتابة بتصير سارب نص صفر عدنين نص تنين على اثنين وثلاثة على اثنين نشي هون عشان اجد انا الحد النوني طالما عندي المقام كله اثنين اذا انا عندي الحد النوني المقام عندي اثنين الان اشتغل على البسط ايش علاقة البسط ببعضه وايش علاقته بالقيم التانية نشوف هنا السالب واحد زادت للصفر ومقدر واحد والصفر زادت للواحد والواحد زادت للثنين للثلاثة في كل مرة كان معادل زيادة واحد 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 ايش علاقة هذا الحكي بالرتب عندي واحد مقابل سالب واحد ثنين مقابلها الصفر ثلاثة مقابلها الواحد اربعة مقابلها الثنين والخمسة مقابلها الثلاثة في كل مرة كنا ينقص عندي واحد خلالنا نعمل العلاقة مثلا بهذه الصورة هون عندي الواحد قابلة الباص اللي هو سالب واحد عندي التنين صفر التلاتة واحد الاربعة اتنين والخمسة تلات في كل مرة كان ينقص عندي بمقدار اتنين 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 اذا نقدر نحكي احنا بهيك حالة انه الحد النوني عبارة عن نون اللي هي واحد هي نون والتنين والتلاتة والاربعة والخمسة ناقص ناقص تنين كيف تنا صارت صفر؟ شلنا اتنين اتثيف صارت واحد تلاتة ناقص تنين اربعة ناقص تنين خمسة ناقص تنين اذا الحد نون ناقص تنين على تنين نجي نتحقق الحد الخامس لازم يطلع عندي نفس القيم الموجودة هون بالتعويض بالقاعدة اللي احنا اوجدناها نون هي خمسة ناقص تنين على تنين ثلاثة عثنين هل هي صحيحة نعم نفس القيمة الموجودة عنا في هدوء الدراسة بتثبيت المعلومة بتركيز بالخطوات بصير كل اشي سهل علينا بنقدر اننا نتمرس بهاي المهارة واللي هي احنا بندرس فيها كيف نوجد الحد العام للمتتاليات نيجي لازم نتدرب فرح سبعة انا معطيك كسر ايضا تلت اتنين على تسعة تلاتي على سبعة وعشرين اربعة على واحد تبانين ونعرف هون انها غير منتهية طبعا هون عندي هون واحد تنين تلاتة اربعة طيب الحد نوني يساوي رح يكون في عندي كسر ايش بنلاحظ هون واحد البسط خينا طنع البسط رتب واحد مقابلها واحد تنين تنين تلاتة تلاتة اربعة اربعة اذا قيمة نون متل ما هي في البسط ما تغيرت نجي للمقام هنا انا عندي تلاتة هنا تسعة هنا سبعة وعشرين هنا واحد تمانين بلاحظ انها هي من مضاعفات لعدد ثلاتة اذا انا شكل ديتكونا على عدد ثلاتة طيب هون ثلاتة ايش علاقتها بالارتب الواحد ثلاتة لو احكي انا التلاتة للقوة واحد ثلات طيب تلاتة للقوة اتنين تسعة تلاتة للقوة تلاتة سبعة وعشرين تلاتة للقوة اربعة واحد تمانين إذن راح يكون عندي بالمقام 3 للقوة نون ومن نون هي 1 2 3 4 خلينا نتحقق نوجد الحد الرابع طبعا نون على 3 للقوة نون تساوي مكان نون راح أربعة أربعة على 3 للقوة أربعة تساوي أربعة على 81 نفس القيمة الموجودة عندنا هكي إذن إحنا تأكدنا أنه إحنا اشتغلنا صح نجي لبعديها عدد ثابت لكن تغير في الإشارة سالب 1 1 سالب 1 1 غير منتهية هنا هي 1 2 3 4 اللي هي الرتب نون هنا حانون هاي الحد الأول الحد الثاني الحد الثالث الحد الرابع بلشنا بالعدد سالب 1 هنا 2 طيب كيف بنا نحسبها الواحد مقابلها سالب 1 طيب الـ 2 مقابلها الواحد 3 سالب 1 والأربعة عندي واحد لو أكتب الخمسة رح تكون عندي سالب 1 طيب إيش إذن العدد أو الطريقة اللي ممكن أربعة طيب هنا في عنا إحنا ملاحظة بنعرفها من الأول إنه لما تكون عندي لأي عدد تكون عندي الأسس موجبة 2 نون القوة 4 نون القوة 6 حتى لو كان عندي العدد عندي سالب رح تصير عندي القيمة النهائية موجبة لكن لما يكون عندي الأسس فردية قوة 1 سالب نون القوة 3 سالب نون القوة 5 الجواب رح يطلع عندي بالمحصلة الإشارة سالبة طيب خلنا نشوف هون عندي الواحد سالب 1 2 1 3 سالب 1 إذن أنا بدي أراعي إنه هنا لازم تكون عندي الأسس فردية بينما هنا الأسس عندي موجبة عشان يكتلعت عندي القيمة موجبة طيب لو ناخد إنه نفترض إنه حان نون تساوي سالب 1 للقوة نون خلينا نطبق حان نون تساوي سالب 1 في الحال الأولى كانت 1 أكما جاوبت لعندي سالب 1 صحيحة طيب الحال الثانية لما كانت عندي سالب 1 للقوة نون 2 ثلاث عندي 1 صحيحة سالب 1 للقوة 3 مع العلم أن القيمة بعوضها هنا بالأسس هي قيم نون للقوة 3 إذن أنا بعد تعامل أو بعتمد على الحد النوني اللي هو حان نون تساوي سالب 1 للقوة نون طيب خلينا ناخد مثال الثاني لو أنا عندي كانت نفس المتتالية لك أنا مبدل بدل ما تبلش بالسالب 1 بلشت بالواحد بالعدد الموجب هون رح تطير الحد النوني إلها نعم رح يتغير ببداية هي غير منتهية 2 الحد النوني إلها بهيك حالي أنا بدي أتحايل على مين على الأسس أول شي الرتب 1 2 3 4 أنا هون عندي طالما عندي الجواب 1 لازم تكون عندي قيمة الأسس موجبة هون سالب 1 دينا تكون الأسس فردية هون دي تكون عندي زوجية بس أنا عندي الرتب عندي 1 2 3 4 كيف بدأتحايل على الأسس الأسس سالب 1 للقوة نون اللي دي أطبق هنا سالب 1 للقوة 1 رح تطلع عندي سالب 1 بس أنا هنا عندي 1 موجبة طالما كيف دأخلي أنا السالب 1 هنا عندي بالبداية للواحد الثانين ما أعطيني إلها سالب 1 الثلاثة ما أعطيني إلها 1 كيف يتحايل انا عندي هون على الاسس؟ بامكانه حان نون يساوي سالب 1 للقوة نون ناقص واحد لو حطيت زائد واحد بعد وراح تزبط معي خلينا نشوف كيف الان اول يساوي سالب واحد للقوة واحد ناقص واحد ويساوي سالب واحد للقوة الصفر كلنا منعرف حسب قوانين الاسس اللي اخدناها بتذكر سالب واحد للقوة الصفر رح تضبطيني واحد إذن هنا عندي 1 صحيحة نجلة الثانية الحد الثاني يساوي سالب 1 للقوة ضعوض مكان نون 2-1 تساوي سالب 1 للقوة 1 تساوي سالب 1 صحيحة الحد الثالث وتساوي سالب 1 للقوة 3-1 تساوي سالب 1 تربيع وتساوي عندي 1 صحيحة إذن باخذ القاعدة اللي بتحكيلي حال نون تساوي عندي سالب 1 للقوة نون ناقص 1 ولو أخذت نون زائد 1 رح تكون عندي نفس الشيء صحيحة نقدر انها نطبقها الآن ناخد الحل الأخير الموجود عندي بهاي الورقة اللي هي الرقم عشرة الحد النوني يساوي عندي 3-3-3 بهاي حل العدد ثابت ونفس الإشارة مش بتغير إذن الحد النوني يساوي هي القيمة الثابتة للعدد الثلاثة الحد النوني هو 3 إنه قيمة ثابتة ما تغيرت نهائيا نشوف عنا إيش فيه كمان حل عندي 2-4-8-16 أعتقد حلين زيها في المثال الأول اللي كان موجود أمامنا مباشرة الرتاب 1-2-3-4 نلاحظ إنها غير منتهية الآن ننجد الحد النوني هاي الحد الأول الحد الثاني الحد الثالث والحد الرابع العلاقة ما بين الثلاثة والأربعة في عندي 2-4 والأربعة والأربعة للثمانية 2-2-4-4-2-8-8-2-2-16 إذن لها علاقة بضاعفات العدد الثلاثة هاي نقطة نيجي هون الواحد الرتب العلاقة ما بين الرتب وما بين القيم 1-2-2-4-3-8-4-16 إذن أنا عندي الواحد تقابلت مع الثلاثة والثلاثة 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 pounds لو أخذنا العدد 2-2 اللي هو العلاقة ما بين قيم الحدود 3-2 للقو نون تمانية تنين للقوة 4 16 إذن مهتم باقي حالة لحد النون اللي هو حال النون يساوي تنين للقوة نون نيجي هون هاي 1 تنين 3 أربعة 5 نون قيم نون هنا لحد الأول لحد الثاني لحد التالت لحد الرابع لحد الخامس نيجي هون اللي هو أول 1 مقابلها 1 طيب الثنين مقابل الثنين ثلاثة أربعة والأربعة تمانية طيب هون الواحد مقابل واحدة مقابل ثلاثة للأربعة والأربعة مقابل التمانية طيب هل في علاقة ما بين الحد والحد اللي بعديه في فرقية واحد هنا في ثلاثة هنا خمسة لا ما بعتمد عليها طيب خلينا نحتمد الآن على العلاقة ما بين الرتب وما بين القيام خلينا ناخد بهيك حالة لو نحدي أنا عندي تينين للقوة نون فرضا نبلش تينين للقوة واحد تعطيني واحد طب كيف ندخل لي 2 لأي عدد تعطيني 1 2 للقوة 0 2 للقوة 0 هي بتمثل مين 2 للقوة 0 ناقص 1 يعني 2 للقوة 1 ناقص 1 2 للقوة 0 تساوي 1 طب نجرب نتحكد إذا هذا حكي بزوث معنا ولا لا 2 للقوة هون ناخد 2 ناقص 1 2 للقوة 1 تساوي 2 لحد الأن معنى صحيح 2 للقوة 3 ناقص 1 2 تربيع وتساوي 4 صحيحة 2 للقوة 4 ناقص 1 2 للقوة 3 وتساوي 8 صحيحة إذن ناخد وبنعتمد بهيك حالي أنا عندي الحد النوني يساوي 2 للقوة نون ناقص 1 وبدي أتحقق للحد الخامس 2 للقوة 5 ناقص 1 2 للقوة 4 وتساوي 16 نعم نفس القيم الموجودة عندنا تمام الآن لهون بتمنى إننا نكون يسهمنا كيف آلية إيجاد الحد العام للمتتالية وندرسين بإتقان كل الأمثل اللي إحنا حلناهم ونحاول نتدرب عليهم وبدأ أعطيكم واجب للحصة القادمة إن شاء الله تدريب 2 صفحة 130 جدي الحد العام للمتتاليات أنا عندي هاي أولا فرع 2 3 4 نكملهم إن شاء الله بالحصة القادمة في السؤال الثاني صفحة 135 لأكتوب الحد العام أيضا نتدرب عليه فيه شغلات منهم مكررة حلناها مع بعض في عندي تدريب 5 صفحة 134 جدي الحد العام للمتتالية هذول إن شاء الله الحصة القادمة بنحلهم جميعهم مع بعض وبنكون متأكدين ومتمكنين واللي عنده أي سؤال بيقدر إنه يسأل بنستفيد مع بعض شكراً لكم